سموه بالجهود التي قام بها في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السيد إتاي تاغنر في مهمه المقبلة وأشار سموه خلال اللقاء الذي حضره معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية استمرار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة ومواصلة ترسيخ العمل المشترك في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تعزيز أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر